طائرة سولار إمباليس تدخل التاريخ من أوسع الأبواب بعد أن حطت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي متممة جولتها حول العالم بعد أن قطعت أكثر من 42 ألف كيلو متراً عبر أربع قرات دون قطرة وقود واحدة مراسلة يورونيوز من أبوظبي تقول إنها جولة تاريخية حول العالم مع طائرة سولار إمباليس لإنارة الطريق أمام الطاقة الشمسية وأمام عالم الطيران النظيف والنجاح يكمن في فوز التحدي المتمثل في استخدام الطاقات النظيفة الطائرة التي قادها السويسريان بيرتران بيكر وأندري بورشبرغ هبطت في مطار البطين مكان إقلاعها في التاسع من آذار مارس عام 2015 وقال بيكر في لقاء مع يورونيوز أريد إنشاء لجنة دولية للتقنية النظيفة حيث لا وجود لمثل هكذا لجنة حتى اليوم ليس هناك أي تجمع يضم الجهات الفاعلة في العالم من أجل تكنولوجيا الطاقة النظيفة واللجنة مهمة لتمكننا من الحصول على سلطة أوسع وتأثير أكبر على الحكومات شركة مصدر إماراتية وهي شرك رسمي بإطلاق رحلة سولار إمباليس لعبت دورا رئيسيا في الاستعدادات قبل الرحلة بما يخص التدريب والتأهيل وتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الضخم لدينا شركاء الذين قاموا ليس فقط بتمويل المشروع ولكنهم قدموا لنا التكنولوجيا المتطورة والتسويق المناسب ما مكننا من تحقيق هذا الحلم وجعله واقعا يشار إلى أن الطائرة مزودة بسبع عشرة ألف خلية ضوئية تغطي جناحيها وأربعة محركات تغذيها بطارية تخزن الطاقة وتوقفت الطائرة في ستة عشرة محطة في دول مختلفة من بينها سلطنة عمان والهند والصين واليابان وإسبانيا ومصر وتهدف الإمارات من خلال هذا المشروع الترويج للطاقة المتجددة عندما تستطيع تحقيق الرقم القياسي فإنك تتجاوز شخصا ما قام بالشيء نفسه من قبل وأنت تعلم تماما أنه شيء ممكن أن يتحقق ولكن مع هذه التجربة حققنا إنجازا وهو الأول من نوعه في التاريخ ونحن لم نكن نعلم أنه من الممكن تحقيق ذلك وهذا كان دافعا مهما لفريقنا ولجميع الناس الذين تابعوا معنا لنرى كيف يمكننا إنجاز شيء نعتبره الخبراء مستحيلا في وقت سابق ترجمة نانسي قنقر